أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات مواصلة مملكة البحرين مشاريعها التطورية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في قطاع الطيران والشحن الجوي والخدمات اللوجستية وأعرب معالي الوزير عن سعادته بالاحتفاء بيوم الطيران المدني الدولي والذكرى السنوية الثماني لتوقيع اتفاقية الطيران المدني الدولي وانشاء منظمة الإيكاو لفتا إلى تميز المملكة بتاريخها العريق وخبراتها العريضة في تشغيل أول مطار دولي تجاري في منطقة الخليج وإنجازاتها الرائدة في قطاع الطيران المدني ونوها معالي بالتطورات النوعية في مطار البحرين الدولي وخدماته وأنظماته التقنية وترسيخ مملكة البحرين موقعها الاستراتيجي والحيوي كوجهة مثالية للطيران المدني والخدمات اللوجستية وتميزها بكوادر وطنية مبدعة ومحترفة وأنظمة ملاحة جوية ورقابة طيران حديثة ومرافق منشآت وخدمات عسكرية ذات جودة وكفاءة ومروطنة تشغيلها عالية في بيئة آمنة ومتطورة وتنافسية وأشار إلى اكتساب مملكة البحرين ثقة دولية متزايدة من شركات الطيران والشحن الدولي العالمية باتخاذها مطار البحرين الدولي ننطق نقطة لانطلاق رحلاتها في ظل اتباعها أعلى معايير السلامة والجودة في خدمات الملاحة الجوية وتصنيفها في الفئة الأولى بموجب عملية تدفيق شاملة أجرتها إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وأكد معالي تطلع مملكة البحرين إلى مرحلة أكثر تقدما من النمو والازدهار والريادة في قطاع الطيران وسوق الخدمات اللوجستية من خلال الاستثمار في البيئة التحتية وتبني أفضل الممارسات التقنية والتشغيلية العالمية